ملعب الاهلي استاد الاهلي الحلم اللي بدأ من زمان جدا من عند الفريق مرتجي ولكابتن خالد مرتجي اسباب عطفية كتير في المجلس الحالي علشان يشوف الموضوع ده بيخرج للنور تتوالى الاحداث تتوالى القصص ما بين امور كثيرة جدا لها علاقة بالتصريح لها علاقة بالارض لها علاقة بالتصميم لها علاقة بالتمويل اللي ما تبعش القصة من الاول لحد الاخر الاهلي كان عايز يعمل الملعب ده من فترة سابقة ومع كل مجلس بيتجدد الحلم كان الاول فيه مشاكل لها علاقة بانه الارتفاع نفسه بتاع المباني اخباره ايه وانه لازم ما تزدش عند ارتفاع معين وبالتالي الاهلي حاول في اوقات كتير انه يخلص التصريح الخاصة بالمنشآت قدر الاهلي انه يعمل ده فضلت موضوع الارض التصميم الخاص بالملعب الدنيا كانت ماشية في هذا الاطار مع السيولة المجالس السابقة سواء مجلس كابتن حسن حمدي كابتن محمود طاهر مرورا بالكابتن الخطيب في الاخر الكل حاول انه اجتهت في الملف ده كابتن الخطيب خد قرار في الحتة دي في اعتقادي كان هو المؤشر بتاع الموضوع اللي هو ايه؟ انا مش هابني الملعب بقرد ليه؟ اولا انت عايز قرد رقمه كبير جدا الحاجة التانية دخول القرد مع المشتجدات الموجودة في الحالة المالية في الوقت الحالي يخلي فيه رزق كبير على الادارات اللي جاية لان انت هنا مش بتراهن على الفترة اللي انت موجود فيها انت بتعمل قرد طويل الاجل فالمجالس اللي جاية ده ممكن يأثر عليه وبعدين تعالوا بقى بص مع بعض اولا موضوع الارض خلاص انتهت من السبعيات لحد دلوقتي مدينة نصر ثم على فرع الشيخ زايد وانتهى موضوع الارض الارتفاع اللي كان موجود زي ما قلنا المشكلة كانت انه ما يعادش الستة متر فوصل الاهلي الى موافقات رسمية لها علاقة بانه تلاتين متر حصل عليها الاهلي لما كانتنا الخطيب تدخل قال انه القرد اللي هيكون مطروح علشان نقدر نخلص الكلام ده كله اتناشر مليار جنيه وبالتالي ما ينفعش فلازم الاهلي يلاقي حل تاني شركة الينز تدخلت فيه وقت سابق وحاولت انه هي تعمل تصور خاص بالاهلي انه الملعب ده تتكفل به الينز حق انتفاع لمدة 25 سنة من غير اي فلوس للاهلي وهتبدأ تشتغل على ده ولكن التباطئ اللي حصل نسبيا في الاجراءات الموجودة خلى الاتفاقات يكون فيها عطلة بعض الشيء وده اللي خلى بقى الخطوة الجديدة اللي تتحرك في اليومين ثلاثة دول هي اللي تتصدر المشهد اللي هي ايه في مجموعة تكونت لشركة كبيرة جدا اسمها القلعة الحمراء القلعة الحمراء دي هي عبارة عن استثمار خاص من مجموعة شركات ليها علاقة بالاهلي حدين ان هم يكونوا موجودين علشان يستثمروا في مسألة ملعب الاهلي الشركات دي مدية اوفر للاهلي افضل من اوفر الينز اللي هو ايه الاولاني اللي كان عندك 25 سنة حق انتفاع وبعدين خذ الملعب لا القلعة الحمراء تعطي للاهلي بعد 15 سنة فلوس وبعد الـ 25 الملعب بتاعك شيل واشتغل واعمل اللي انت عايزه ده رقم واحد رقم اثنين الجودة بقى الخاصة بالتصميم وبالمدينة الرياضية نفسها المدينة الرياضية اللي الاهلي عايز يعملها هي مش بس مجرد ملعب بل انه هيكون فيه اولا مستشفى ثانيا جمعة ثالثا هيكون فيه مزايا مهمة جدا لها علاقة بانه المتحف اللي هيكون موجود داخل هذه المدينة الرياضية وبالتالي انت مكون جمعة ومدرسة ومتحف ومركز طبي فبتتكلم على اربع حاجات جوه مدينة متكملة يقدر لو حد سكن قريب من المكان انه يقضي يوم في هذه المدينة كويس الحاجة التالتة او الرابعة في المسألة التصميم التصميم وصل الى شركة جنوب افريقية تفوقت على كل العروض اللي كانت موجودة من حيث جودة التصميم التصميم هيكون بشكل فرعوني وهيكون فيه حاجة لها علاقة او جزء من التصميم الخاص من الملعب هيكون له علاقة بشهداء الاهلي مصمم ملعب الاهلي وهو الجزء اللي ممكن يخلي فيه ثقة فكل اللي أنا بحكي ده هو الرجل الذي اشرف على ملعب كامكنو في باشلونة الشكل الجديد او التجديد الموجود في الملعب على ملعب سان سيرو جيروسيبي ميادزا ملعب ميلان وملعب اينتر اللي بيلعبوا في الوقت الحالي في الدربي فالشكل كله على بعضه ما يخلي المسائل شكلها احلى اي نعم حتى هذه اللحظة هذا العرض هو الاقرب لكن فيه شركات تانية كما علمنا عايزة تخش في الحكاية لانه الموضوع تم درسته والتأكد من انه ارباحه مغرية جدا فالاهلي في الوقت الحالي يقترب اكتر من اي وقت مضى لانه الاربع مشاكل اللي كانوا موجودين زمان اتحلوا الارض كانت موجودة من زمان المنشآت نفسها اصبحت جهزة بتصميمات التمويل الخاص بالموضوع اصبح موجود اخدت التصريح الخاصة الموجودة اللي ليها علاقة بانه الارتفاع يكون 20 متر عشان تعرف تعمل المدينة الرياضية الخاصة بالنادي الاهلي عايز اقول نقطة مهمة اللي فده كله الناس ممكن تبقى شايفاء انشاء لسه هيبان اثرها بعد كده بس خد بالك ملعب مليان معناه صفقة كبيرة كل سنة رياض مدريد الموسم اللي فات كان بيكسب ملعب حوالي 100 مليون يورو معناه ان صفقة كبيرة كل مرة جايلك اي نعم انت لسه الدولي ما عندكش الساعة الكاملة لكن ان شاء الله لانه كمان المخطط اربع سنين يعني ينتظر ملعب الاهلي بعد اربع سنين من دلوقتي عشرين ثمانية عشرين يكون خلصان فاذا عاد الاهلي بالساعة الكاملة للملعب فده معناه مركاته في اسم واحد جاي من التذكر ده سر قوة هذا المشروع وعالاقل في الوقت الحالي اصبح برومسان جدا جدا اقرب من اي وقت مضى طيب نروح للقصة التالتة اللي معانا النهاردة واللي ليها علاقة شوية بنادي ازباك ترجمة نانسي قنقر